السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة دورة 8 من بطولة دوري أبطال أوروبا حمل الكثير في طياته من متعة وإثارة وتشويق ومواجهات صراحة حتى في مباراة الذهاب كانت ممتعة لدرجة بعيدة بنجي في مباراة الإياب مؤكد أنه تعادل البايرن أو حتى خسرته بهدف واحد في ملعب لاسراميكا في إسبانيا من فيريال مؤكد أنه كانت نتيجة مبسطة وارد جدا البايرن يفوز بالسبعة وبالتمانية والناس وصلت لأنه يمكن إديهم على قدر عدد اللاعبين الموجودين المباراة الثانية بعد تألق وتفوق ريال مدريد داخل ستانفورد بريدج والهبوط كان كبير جدا لدشلسي مؤكد أنه مباراة الإياب حتكون لصالح الملكي حتى ولو فالسلسي بواحد مقابل لا شيء حيت أهل الملكي بكل بساطة فما توقعنا أنه يكون في نفس الإثارة والنتائجة الممكن تكون غير متوقعة والمباراة ومجرياتها تكون ما متوقعة فشفنا نتائج كانت ممتعة لدرجة بعيدة أول حاجة أحب أديكم كلمتين عن مواجهة فيريال والمدرب أوناي إمري اللي يمكن اليوم يوم المدربين نرفع لهم القبعات في الشلبي يقدم فيه اليوم لكرة القدم العالمية خصوصا البطولة الأفضل والأجمل والأمتع بطولة دورية أبطال أوروبا اليوم بنشوفه بيفوز أو حتى بيتعادل في اليانز أرينا على نادي بايرن ميونيخ في مواجهة مؤكد أنه حتكون للتاريخ مشجعين فيريال نفسهم مؤكد أنه هم حعارفين لما نمشوا ملعب اليانز أرينا ممكن جدا يخسروا بالأربعة وبالخمسة وبالستة ففوزك في مباراة الذهاب بواحد مقابل لا شيء ما بيشف عليك قدام فريق بحجم البايرن ميونيخ مؤكد أنه كل واحد متوقع لكن شفنا هنا يمري وكتيبته قدروا أخذوا الجيم في الطريقة أخذوا الجيم في مكان القوة بالنسبة ليهم وقدروا حتى ولو البايرن كان متقدم في النتيجة في زمن متأخر إلا أنهم عادلوا عن طريق شاكوينزي وعادوا للبطولة وأقصوا بايرن ميونيخ وتأهلهم لدور الأربعة من بطولة دورية أبطال أوروبا مؤكد أنه هنا يمري وكتيبته اليوم بالتأكيد يوم تاريخي بالنسبة ليهم لكن فريق لما نجي تقدم في البطولة إقصي يوفينتوس وفي السنة الفاتة تكسب بطولة أوروبية مؤكد أنه فريق تأهلوا ما محظ الصدفة وتأهلوا ما بيجي من فراغ فمؤكد أنه الفريق ده ممكن جدا يمشي خطوة كمان على مستوى البطولة الأوروبية في حال واجه فرق ممكن تكون ما بالمستوى الأفضل أو حتى معتمد على تاريخه وعلى النجوم زي ما شفنا اليوم نانجل اسمان وفريق نادي باير ميونيخ الألماني طبعا ما استمتعنا كثير أو حتى ما شفنا مجريات اللقاء بحكم أنه كان فيه درس بقادي بيقدم في كرة القدم ما بين تشلسي وريال مدريد الريال في ستانفورد بريدج كان الأسد جاء تشلسي في ملعب سنتياقو برنابي وكان الأفضل والمفضل ما بقي اللي يصل لمرحلة الكمال الكروي ولو كان قدر وازن بين النتيجة والآداء مؤكد أنه تشلسي اليوم قدم واحدة من أبرز وأهم وأجمل وأمتع مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا تحسسك فعلا بينه ملك أوروبا ريال مدريد وبطل دوري أبطال أوروبا تشلسي اللي اتنين موجودين على طبق واحد في مباراة مطلوب منهم واحد بس يعدل الدور القادم ففعلا كانت مواجهة ممتعة جدا جدا شفنا توماس تخيل والعقرية اللي بدأ بها المباراة في أنه يبقى لاعبين على دكة البودلاء شفنا جورجونيو بدأ بنغولو كانتي بدأ بكوفا سيتشو بدأ كمان بلوف سيشيكو بدأ بلعيبة تحسي أنه مفروض ما في ماتشينغ ما في توافق ما في حتى أنه يعني بيلعبوا على مستودور الإنجليزي مع بعض ما هو التشكيل الأساسي بالنسبة لنادي تشلسي لكن شفناه برضو وثق فيه مقدموا فعلا مباراة بالتأكيد للتاريخ لأنه تشلسي كان متفوق بيت ثلاثية مقابل لا شيء فهي لوحدها نتيجة بالتأكيد ترفع القبعة بالنسبة لمدرب زي توماس تخيل في مباراة اليوم تشلسي لما انفاز في الدور الإنجليزي بي ستة الناس كلها تكلمت وتسأل في المدرب بتقول له هل دي حتكون نتيجة على ريال مدريد أو أنت كيف حظوظك بعد مباراة الملكة الأولى في ستانفور بريدش كيف حتكون حظوظك ضد الملكة قال لهم نحنا خرجنا من البطولة بعد خسارتنا على ملعبنا بيت ثلاثة لكن شفنا الوضعية هنا كانت في أنه ياخذ الضغط الإعلامي في وضعية مختلفة يخلي لعبته يركزه أكتر على شنون حيعملوه يركزوه مع لعبته في خلطته مالحيواجه بي الملكي في ملعب سنتياغو برنابيو حتى ولو تشلسي خسر في مباراة اليوم وطلع من البطولة وطلع من البطولة أمام ريال مدريد إلا أن تشلسي كان الطرف الأفضل كان الطرف اللي يستحقه أنه يطلع من المواجهة هذه لدور الأربعة كان الطرف أن يمكن أكتر إيمان بأنه ممكن جدا يقدم حاجة لكن دايما الأخطاء لما انتجي عند الفرق الكبير أو حتى لما انتجي عند الملكي وتخطأ في أنك ما تعاقب الملكي كلما أخطأ أو حتى في مرحلة وفي وقت الهبوط بالنسبة لي فمؤكد أنه حيعاقبك في التوقيت اللي يمكن النجومه استفيقه ويقدر يعمله بس 1% أو 2% من مستوىهم فمؤكد أنه تكون وضعية مختلفة تماما شلسي كان متحكم كان عامل كل شي بأنه عنده الأفضلية في أنه مفروض يسجل الهداف 1 و 2 و 3 فمفروض يزيد الأربعة والخمسة عشان الملء الريال لما يستفيقه ويسجل الهدف أو 2 ما تأثر على مجمل الهداف أو حتى النقاط اللي حتى توديك للدور القادم فشوفنا الملكي بعد تسجيل شلسي إلى 3 شوفنا الملكي عاد المباراة اليوم ممكن جدا في شلسي أطلع منها لعيب أكتار لعب ومستوى عالي جدا جدا بنتكلم عن كوفازيتش بنتكلم عنه نقوله كانت النحل الموجود في خط الوسط حتى خط الدفاع حتى ميندي وخط الهجوم اليوم بنشوف بيرنر بعد الصيامة الكبير جدا أو حتى بعد المستوى اللي بيكون بعيدة اليوم بيرجع وبيسجل بنشوف ماركوس ألونسوبس قدم في واحدة من المباراة المهمة جدا وبنشوف كمان حتى الطرف الأيمن بالنسبة لشلسي جيمس قدم واحدة من المباراة وتبقى كويسة جدا حتى لو بستشيك اللي ممكن بدأ المباراة كان من اللاعبين القدم نفسه بشكل طيب وقدم مردود طيب جدا من خلال الوظيفة اللي ممكن أدى له المدرب توماس تخيل في مباراة اليوم فنجم تشلسي في المقامة الأول النجمة الأول هو المدرب توماس تخيل بعد ذلك ممكن نتكلم عنه نقوله كانت وكل خط الهجوب الموجودين مؤكد أنه قدم المباراة كانت مميزة جدا لكن الخطأ الوحيدة اللي هم عملوه ما حسبوا حسابات أنه فرق زي الملكة عندها نجوم ممكن جدا في أي وقت ممكن تعيد في المباراة في أي وقت أنت بتخطأ فيه وهم حيعقبوك عقاب حيكون صعب جدا بالنسبة ليك زي ما شفنا في نيوسلس وكريم بنزيمة وكمان حتى اللاعب لوكا مودريت شلنا بأعتبر ممكن واحد من أبرز وأهم لعيبة الملكة في مباراة اليوم ممكن في آخر ستة أو سبع سنوات بنتكلم عن كريم بنزيمة والفراغ اللي كان كبير جدا الموجود في خط الهجوب في الشط الأول كريم كان هو بينزل على أنه يستلم وينزل هو يعمل الهاتخد وينزل على أنه يقدر ياخد الكورة عشان يقدر ياخد باق خطه لقدام فما شفنا اللاعب اللي هو التغطية أو حتى المساندة خلفه من لعبة خط الوسط كروز بعيد تماما عن مستواه في خط الوسط كامبس اللي هو اللاعب لوكا مودريتش في كل فترة المباراة كان هو الحسابه أكثر لاعب كان لاعب بشكل طيب جدا في مباراة الملكي اليوم الملكي بنتكلم عن كارلا وشولتي برضو كانت أيه تماما في الشواطين الأوائل فإلا بعد لعبة الملكي أعاد الملكي للمباراة بعد ذاك وبقى يستفيق في طريق التغييراته وحتى الإدارته في مباراة اليوم لكن مباراة بشكل عام مؤكد أنه كبرياء الكبار وكبرياء الملوك ممكن جدا بيصعد أو حتى بيجي في أي وقت ويصعد الفريق لمراحل ممكن تكون متقدمة في البطولة فمؤكد أنه بالرغم من مستوى السي القدم والملكي تأكد تماما الملكي ممكن جدا يبتعد أكتر ويمشي أكتر في البطولة ممكن جدا تشوفه في النهاية وممكن جدا نكسب الكاس لأنه في آخر ثلاثة بطولات كسب الملكي على مستوى دوري أبطال أوروبا ما كان هو الطرف المفضل أعتقد أنه بطولتين الملكي ما كان مرشح بالمرة لغاية دور الأربعة وبعد ذلك كسب البطولة فمؤكد دي حاجة ممكن جدا تكون كشيء إيجابي في أنه البطولة الأربعة عشر وحتى الخمسة عشر بتقرب من الملكي في هذا الموسم تحديدا هارد لك لكل جمهود شلسي وكمان عندكم مدرب كبير وعندكم فريق بتأكيد مميز مميز زي درجة بعيدة مؤكد أن الفريق يحافظ عليه بالطريقة دي حاجة الموسم الجاي مع الاستغرار الإداري والاستغرار المالي الفريق مؤكد أن الفريق حيكون وضعته مختلفة تماما الملكي مؤكد أنه اليوم مر بمشاكل كبيرة جدا 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 لكن في النهاية كبرياء الملوك وكبرياء النجوم الموجودين هم اللي عادوا الملكي لمباراة اليوم وعادوا أنشلوتي كمان معهم لمباراة اليوم دي ممكن رويتي استمتعت جدا 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 بمباراة اليوم سواء كان خروج البايرن أو حتى المتعة القدموا لنا تشلصي وريال مدريد في دور التمانية في إياب دور التمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا اكتبوا لأنتم أراكم أسفل هذا الفيديو أشكركم على حسن المتابعة وإن شاء الله دايما تهمين ولا أمين شكرا لكم